رابي نتنغسلك وما نقدرش نتلقى مع أولد خالتي ويه يا سينا رانينا أنا أفصليك ويه إن شاء الله آمين آمين موسيقى البيارة مقطع ما قديش دك المسافة قريبة خصنا بزاف الوقت بش نوصلوا لهم والله يا الحرام حرام الساعد يا حرام شو حرام؟ أنا نزهى دين توجده اللي كانت توجد في الحدود بين المغرب والجزائر أنا الإبنة دي الواحد للأم اللي يرحمها جزائرية هي جزائرية والدياء مغربي وكانت تجي عندنا وإحنا نمشي عندها السلام عليكم وتحية طيبة لكل محبين قناة كريم كسر أينما كنتم مرحبا بكم عام جديد هنا في هذا الفيديو جيت نوضح مجموعة من النقاط الخاصة في الموضوع اللي كيروج دي الاحتمالية نشوب حرب ما بين المغرب والجزائر والتخوف اللي عند الشعبين هنا في هذا الفيديو نوضح مجموعة من النقاط إن شاء الله باش نطمئنوا الناس على أنه مستحيل أنها تقيم حرب ما بين المغرب والجزائر لأسباب كثيرة اللي غنتكلموا عليها هذا الفيديو هذا موجه للشعب المغربي والشعب الجزائر الشقيق يعني كنعرفوه دائما وأبدا الشعبين دائما هما شعب واحد وكتجمعنا روابط ديال العائلة والقربة والجاران يعني ما كنتكلمش للنظام والخبص ديالو ولكن كنتكلم للشعبين الشقيقين لأن دائما ما عندناش مشكلة إحنا مع الشعب نهائيا عمر المغربي ما كان عنده مشكل مع جزائري عمرها في التاريخ دائما خوا خوا في الخارج وفي الداخل معروفة هذه المشكل والخبص كينا في النظام ماشي في الشعبين إذن عنوضحو هذه النقاط هذه اللي خاصة بهذا الموضوع اللي كيخوف دبا الرأي العام والناس كتسول واش فعلا ممكن أن تقيم حرب ما بين المغرب والجزائر وإلى قامة حرب يعني الناس خايفة إذن عنوضحو هذه النقاط وعن أكدو إن شاء الله يعني هو التوضيح اللي عنقدموه في هذا الفيديو هي كتبقى وجهة نظر يعني مش هي دراسات يعني ولكن هي وجهة نظر والأسباب اللي غتخلي أن الحرب مستحيل أنها تكون ما بين الشعبين لأن النظام الجزائري وأنتم ممكن تعرفوا جزائريين كيشهدوا في هذه القادية هذه أن النظام الجزائري الخبس دياله دائما كيقلب على الصداع ودائما بغي أنها تكون يعني مشاكل بين المغرب الجزائر بما أنه خسر جميع المخططات دياله في القادية ديال الصحراء فهنا هو بغي الصداع إذن أنا أكد لكم أن الصداع ما غديش يكون الحرب ما غديش تكون مستحيل وغادي تقولوا لي لماذا أول حاجة هنهضروه على اسبانيا وفرنسا مثلا وأوروبا بصفة عامة أوروبا بالنسبة لها البوابة الإفريقية هما المغرب والجزائر نرى بوابة الإفريقية كيفاش غادي تقدر دخل شيء قارة بلا باب بوابة الإفريقية هي المغرب والجزائر بالنسبة لأوروبا ونزيدوا حتى تونسين شمال إفريقية إذن هذه الحرب لا تخدم مصلحات لا إسبانيا ولا فرنسا بالدرجة الأولى إسبانيا وفرنسا لماذا؟ لأن أول حاجة تجي من بعد الحرب شنه هي؟ تدفق اللاجئين يعني لو قع شي حاجة بحلها تدفق اللاجئين غادي يكون بوا حد درجة كبيرة في الباطيرة في زودياق في جيتسكي كل شيء يعني تدفق الهزرة والمهاجرين بالأطنان وبالملايين إذن هذا أمر لا يخدم مصلحة لا إسبانيا ولا فرنسا ولا باقي الدول هذا بالنسبة للموضوع أبار الاستثمارات اللي عند فرنسا في المغرب وحتى في الجزائر وأكثرية عند استثمارات في المغرب ملايير دي الأوروهات حتى فرنسا في المغرب كتستثمرها ما يمكنش تغامر بهديك الفلوس ديلها وتخلي أن نشوف حرب ما بين المغرب و جزائر وضيع الاستثمارات ديلها لأنك ما كتعرفوا المغرب مؤخرا السبب اللي خلى المغرب أن يجلب استثمارات خارجية ضخمة من مجموعة دول شنه هو؟ هو يعني استقرار ديل المنطقة استقرار ديل المنطقة هو اللي خلى الدول العظمى أن هجي تستثمر في المغرب طب عندك شي راجح تل حين كالسياسية اللي عند ديبلوماسيين اللي كي يجلبوا استثمارات و يعني اللي يجلب صفة عامة اللي كي يخدموا في الخارج سواء جالية سواء نتمو تخصصين في الاستثمار يجلبوا استثمارات ديل العالم السبب الحقيقي ديل أن وحد الناس عايجي واستثمر عندك هو الاستقرار هو الدافع اللي خلى مجموعة كبيرة تحط فلوس صحيحة هدرنا على فرنسا غير نهضروا ما تانعين لروسيا روسيا مثلا هي حاليف الجزائر بالنسبة الميدان العسكري ولكن ليس حاليف اقتصادي بالنسبة للجزائر هو حاليف اقتصادي يعني في المغرب كي يستثمر في المغرب روسيا دارت واحد أدخم مشروع اللي خاص باللقاحات في المغرب ماشي في الجزائر لماذا؟ لأنها أرض خصبة للاستثمار إذن روسيا ماشي في مصلحتها الاستثمارات الأخيرة والفلوس اللي حطتها غادي تمشي لها هباء منطورة نهضروا على الصين مثلا الصين كتعرفوا الصين شنو دارت في طنجا؟ الصين كتبني أكبر مدينة تكنولوجية في أفريقيا بصفة عامة أكبر مدينة تكنولوجية كتبنا في مدينة طنجا والله أعلم تكلفة يعني ما عارفش حجم ديل التكاليف مالايير ديل مالايير ديل الأوروات حجم التكلفة اللي كتبنيه مدينة تكنولوجيا تكنولوجيا اللي كتبنا في صين اللي كتبنا في طنجا عفوا يعني شنو اللي خلص صين أنها تجي المغرب وبالضبط في مدينة طنجا أنها تستمر؟ هو الاستقرار فما يمكنش هذيك الفلوس كاملة حطتها الصين وغينو تصدعم بالجزاء المغرب وغيمشي كل شيء إذن ما شيف مصلحة الصين ما شيف مصلحة فرنسا وسبانيا ما شيف مصلحة روسيا ما شيف مصلحة الصين شكون اللي يبقى؟ أمريكا مثلا اتفاقية الأخيرة بين المغرب وأمريكا اتفاقية ضخمة جدا في مجال الاستثمار وخاصة في الصحراء المغربية وبالضبط في الدخلة وفي العيون أمريكا غادي تحط ملاير ديال الملاير ديال الأوروهات في الصحراء لأن الاعتراف بالصحراء جاء من ذلك الشيء اعترفت بأن الصحراء مغربية تستثمر في الصحراء إذا لم يكن شيء ما أمريكا تتفقت مع المغرب وعطته الاعتراف ديالها وغادي تجي تستثمر مالايير ديال المالايير الأوروهات اللي تفرمات مع المغرب اللي غادي تستثمرها في الدخلة وفي العيون وكي وعدوا بأنها يعني الدخلة غادي تولي ديال الإفراقية فهالناس هادو يعني ما شيف مصلحة ديالهم من ذي كل الفلوس كلم نغي حطوها وغاينوا وضو الصداع ما بيننا وغير جزائر باش مشي كل شيء إذا مشي مصلحة ديال أمريكا يعني هدو تتكلموا للدول العظمى باكن تتكلموش للدول ديال ججد الريال الدول العظمى نهدرو يعني مثلا بصفة عامة يعني دول أخرى نهدرو على بولونيا نهدرو على السيثمارة اللي جاية من دول أخرى بحال بحال الهين دولة بزاف ديال الدول بزاف هادو كنهدرو على روسيا القوى العظمى نهدرو على أمريكا نهدرو على الصين نهدرو على فرنسا نهدرو على اسبانيا وبلما نهدرو على السيثمارات ديال الدول يعني صغيرة مالايير ديال المالايير ديال السيثمارات حطينها في المغرب ما غيمكنش بيال ليلة واضحاها غادي يخليوا انها ديكشي تنصدع يعني وخا هادو الجنرال ديال جزائر اللي خسرو جميع جميع البطايات خسروها في هادو القادية ديال السحراء ويبغاو ينوضو الصدع مع المغرب ويجيبوا واحدة السلاح وبغاو يضربوا قنبولة اللولة فما يمكنش أمريكا ولا روسيا ولا فرنسا ولا الصين انها تخلي الصدع ينوض اكيد غايكون تدخل ديال قوى العظمى باش يوقفوا هاد يعني نزيف ديال الدم لانه نزيف ديال الدم جيم وراه نزيف ديال الفلوس وانا قلت لكم السبب الوحيد والرئيسي اللي خلع مجموعة الدول العظمى انها تستمر في المغرب بالدرجة اللولة ابر الجزائر هو الاستقرار ديال منطقة بوابة ديال افريقيا منطقة خسبة تهيلات في الضرائب بزاف ديال الامور اللي خلات هاد النسدو جيو حطهم ملايار ديالهم مدم ان الكبار حطين فلوسهم عندك فممكنش انا حط فلوسين تجي دريبهم لي فهدا ما هيكونش يعني من نصيب ديال الكابرانات اللي بغي العداوة ما بين الشعبين انهم يحقوا الهدف ديالهم كما كتعرفو الشعب جزائري الشقيق كي اعترف فهد القضية هو النيت كي اعترف بان الكابرانات كيعرفهم بانهم هما يعني نزفو الميزانية ديال البلاد يسرقون من ميزانية البلاد ويصرفونها على البوليزاريو يجوعون الشعب الجزائري ويصرفونه على البوليزاريو مع اسف الدولة الجزائرية دولة غنية بترواتها دولة غنية جدا دولة عند الغاز والبترول من اقوى ما يمكن ان يكون عندك الانسان لماذا لا يعيش الشعب الجزائري بحل الشعب القطري او الكويتي او الشعب الاماراتي او اللي عندهم البترول هم عندهم البترول كيدخلوا ميزانية كحلة أموال طائلة أكتر من المغرب ومع ذلك الشعب الجزائري يعترف يعترف بلا ميزير بالحياة يعني الفقيرة عنده أحد العدد كبير و أحد الفئة كبيرة دي الشعب اللي ما وصله اشتروه دي البلاد حتى احنا في المغرب عدنا فعلا أنه كنا شفارة وكنا يعني احنا عدنا لا ميزير في البلاد وحتى احنا ينقصون الكثير والكثير بالرغم من أنه احنا ماشي قد الجزائر في القوة في البيزانية ولكن حتى احنا عدنا شفارة ما نكذبوش ولكن الجزائر قوة أكتر من المغرب وقد جي فلوس كتير يعني من حق الشعب الجزائري أنه يعيش حسن من المستوى اللي يعيش فيه حاليا من حق الشعب الجزائري أنه يعيش بحل المستوى دي الشعب القطري أو الكويتي أو السعودي أو الدول بيترولية لأنه عندهم بيترول وعندهم الغاز ولكن الواقع يعكس العكس دي الشي اللي كيتوصل به الشعب الجزائري وهذا الشي اللي كيفسر أن العدد كبير دي الشعب الجزائري كيغامر في الزودياك وكيمشي الفرنسا وكيمشي الدول الأخرى في أوروبا بيش يقلب لحياة أفضل بحال ديك المغربة اللي كيمشي وحتهم يقلب لحياة أفضل حيث ما عندهم شي حيث الدولة ما عطتهم شي إذن جميع المعطاية وجميع الأمور اللي تكلمنا عليها يعني أسباب حقيقية وواقعية كتأكد بأن مليون في المئة أن الحرب ما بين المغرب والجزائر مستحيلة وخي يوقع ما عرف شنو بغير يوقع لهذا الغرض من هذا الفيديو اعطمئنان الشعبين الجزائري والمغربي وإن شاء الله ما يكون غير خير وما يوقع التشي مشكل يعني هذو خلافات غاد بقى هكا خلافات بسيطة والدليل أن المغرب لا يردوا على استفزازات الكابرانات اللي بغي ينصدع يعني الدول العظمى تستمر في هاد دول هاد صغيرة وكتبيع المسلح ولكن ما غاد تسمحش بينه شو بحرب باش تضيع الاستثمارات دي لها هكاكها بأن منطورة كنظن أن كل شي واضح في هذا الفيديو ما بقى لي منزل كتر ملكاك بقى لي حاجة واحدة كنت أطلب لكم اللايك الفيديو تحيتي لكل محبين قناة كريم كسري من الشعب الجزائري ومن الشعب المغربي ومن الشعوب بصفة عامة والله يديم السلم والسلام بينتنا شكرا لكم جميعا في الفيديو القديم السلام عليكم وحب الله وبركاته